اشتركوا في القناة في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل أكدت معالي رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تتخذ من الممارسات الحضارية كالحوار ثابتا راسخا سواء على المستوى المحلي أو عبر السياسة الخارجية التي تؤكد مملكة البحرين خلالها أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها وإشاعة قيم السلام والسعي لإحلال الأمن والاستقرار في العالم والاستفادة من العلاقات الدولية لبناء الثقة المتبادلة وتعزيز الروابط باتباع القنوات المشروعة التي تسهم في بناء منظومة علاقات دولية تحاط بالثقة والاحترام وسجلت معاليها خلال الاجتماع عدم الارتياح من تعاطي البرلمان الأوروبي مع الملف الحقوقي في مملكة البحرين مؤكدة الحاجة لعادة النظر في عدد من المواقف والقرارات التي لا تعطي انطباعا على اتباع السبل الموضوعية وتتخذ بناء على معلومات تستقى من جهات غير معروفة ولا تعبر عن الواقع في البحرين وأكدت معاليها أن مملكة البحرين تشهد تقدما مضطردا في مجال حقوق الإنسان سواء على مستوى البنية التشريعية والهياكل المؤسسية مؤكدة أن جميع الوفود الممثلة عن البرلمان الأوروبي والتي زارت المملكة خلال الفترة الماضية اطلعت عن قرب للواقع وعبرت معاليها عن الحاجة لتسريع خطى التواصل البرلماني بين مملكة البحرين والبرلمان الأوروبي مقدمة معاليها مبادرة للتأسيس لمرحلة تعاون جديدة بين السلطة التشريعية في مملكة البحرين والبرلمان الأوروبي وأكدت معاليها تطلع للنظر في الطلب المقدم من قبل مملكة البحرين لإعفاء البحرينيين من تأشيرة الشينغن وضعه على أجندة البرلمان الأوروبي تتويجا لمساعي التقارب وقدمت معاليها دعوة رسمية لرئيسة البرلمان الأوروبي لزيارة مملكة البحرين خلال الفترة القادمة وضع مذكرات تفاهم وأجندة عمل مشتركة ترجمة نانسي قنقر